السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة من حلقات القناة آيات العذب تضرب العالم هذا هو عنوان ما يحدث الآن حول العالم حلقة مهمة جدا جدا هنستعرض لكم فيها ما يحدث الآن وما أخفوه عنكم في ظل تعتيم كبير جدا جدا بيستعدوا هم بيستعدوا في الدول بتاعة أوروبا للأحداث القادمة في حين أن الغفلة للأسف الشديد تسيطر على قطاع كبير من المجتمع العربي المسلم تعالوا نشوف الحلقة بتاعتنا بتتكلم عن إيه بالضبط المواضيع متعددة وربنا سبحانه وتعالى يبارك في وقت الحلقة المشهد الأول اللي بيظهر أمامنا إن دخان بيغطي الشمس ويحجب الشمس في شيلي وهذا الدخان كان دخان حرائق انتبهوا جيدا أنا بعرض ليكم المقطع ده علشان أوريكم الدخان بتاع الحرائق بيعمل إيه في الشمس وكيف حجب ضوء الشمس كما يظهر أمامنا فما بالك بالدخان اللي هيأتي من السماء اللي ذكروا ربنا سبحانه وتعالى في صورة الدخان أنه عذاب أليم مبين واضح يغشى الناس ويحوط الناس تخيل الشمس اللي هم بيتحكوا عليكم ويقولوا لكم إن هيأكبر من الأرض بمئة مرة شوية دخان بتاع حرائق حصلت في شيلي بيحجب الشمس زي ما احنا يعني ايه شايفين وهذا إهداء للناس اللي بيجدبوا وكالة الخديعة اللي بفاهم الناس إن الشمس حجمها أكبر من الأرض بمئة مرة شوية دخانة هو حجبوا ضوء الشمس قلولنا رأيكم ايه في هذا المشهد مشاهد في الحقيقة تخلع القلوب عاد الثانية حرائق لا تنتهي ايه اللي بيحصل في عاد الثانية ايه اللي بيحصل هل هذه هي النهاية أو بدايات النهاية ولا ده زنب الناس الضعفاء اللي في أرض العزة الأبرياء اللي بيقتلوا سبحان الله يا أحباب الكون له إله يحكم ويدير ويدبر سبحانه وتعالى أنا أعتقد إن ما يحدث الآن في تيكساس من الحرائق اللي بلغت سرعتها يعني ميت كيلو متر في الساعة بتؤكد لنا إن العقاب قادم لدرجة إن هم مش قادرين فقدوا تماما السيطرة على هذه الحرائق أنا أعتقد والله أعلم أن هذا هو زنب الأبرياء الآن اللي عاد الثانية الأمة الباغية التي بغت واستكبرت في الأرض وبإذن الله سوف تلاقي من المصير ما لاقته عادا الأولى كما قال الله في كتابه الكريم وأنه أهلك عادا الأولى فما دام أن هناك عاد أولى فلابد من عاد ثانية هذا هو مفهوم القرآن مما فهمنا ارجعوا وشوفوا أهل القرى والعقوبات بتاعت أهل القرى اللي ربنا ذكرهم في القرآن هو ذكر قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وزاد باستخدام مصطلح أهل القرى فهل يا ترى أهل القرى هم الأمم الماضية أم أن أهل القرى مصطلح جامع عام يشمل أهل القرى من الأمم الماضية ومن الأمم القادمة قلولنا رأيكم إيه في هذا الكلام الموضوع الخطير جدا جدا عجائب قادمة هنشوفها المرحلة القادمة أنا عامل ليكم فيديو مجمع الفيديو المجمع دوت بيبين لينا أحداث حصلت في الأيام الماضية من كل الدول حتى بلاد الحرمين كما تظهر أمامنا المشاهد اللي باينا دلوقتي وصدنا سبحان الله تعالوا نشوف مع بعض كما تظهر أمامنا المشاهد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شوفنا المشاهد اللي كانت الفترة الماضية البراكين اللي دخلت على الناس وهما في بيوتهم منظر مرعب والله منظر مرعب لا يستطيع أن يتغافل عن هذه المشاهد إلا صاحب قلب قاسي جاحد سبحان الله البراكين طلع دخل على البيوت مشهد والله يخلع القلب مشاهد تخلع القلوب كمان تعالوا نشوف مشهد آخر مشهد بيجمع لك الشاشة ست مربعات من أيسلندا والصورة للحمم اللي دخل على الناس البركانية والصورة اللي على إيدك الشمال طيور بصورة مفاجئة غريبة تحوم حول برج الساعة إيه اللي ممكن يحصل نحية برج الساعة هل هذه آيات تذكير وما يتذكر إلا من ينيب تنزل شوية تحت في الصورة اللي تحت تلاقي الحمم البركانية في أيسلندا تدخل على بيوت الناس وهم نائمون الله أكبر أفأمن أهل القرى أن يأتيهم عذابنا امت وهم نائمون وهم يلعبون الآيات تتحقق يا أيها الأحباب تتحقق كما لو أنها نزلت في أيامنا هذه وتشوف المشهد الآخر بتاع الحرائق اللي شغالة دلوقتي زي ما احنا كلنا شايفين الدخان الكبير الكثيف العظيم اللي بيفكرنا بصورة مصغرة حرائق تكساس اللي اللي في كل مكان الحرائق اللي بتلتهم كل مكان الحرائق العظيمة زي ما احنا كلنا شايفين دلوقتي البراكين الأعاصير الأعاصير اللي بتطير كل حاجة سبحان الله وما نرسل بالآيات إلا تخويف يا أحباب هذه الآيات تحتاج إلى متدبر تخاف لما تشوف هذه المشاهد تعالوا ننتقل لأخطر ما في هذه الحلقة وركز أوي معايا ولازم تنشر الحلقة دي على أوسع نطاق ممكن شيروا لايك بكسافة بكسافة عايزين المحتوى ده يصل لكل الناس تفهم قبو يوم القيامة إيه قصة القبو بتاع يوم القيامة انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أنا مش محقوق ملكية لكن هقول لكم إيه فكرة قبو يوم القيامة وإزاي صحف العالم وإيه تلفزيونات العالم بتتكلم عنه في عز ما الدول العربية منشغلة بما يشغلها وبالأحداث بيتكلموا عن قبو يوم القيامة قبو يوم القيامة هو عبارة عن مكان شبه مقبرة قبو مكان تحت الأرض هذا المكان أنشأته الدنيمارك وأنشأته في نحية القطب الجنوبي وهقول لك السر ليه إنه هم أنشأوا نحية القطب الجنوبي ويحطوا فيه كل أنواع بذور الأرض كل أنواع البذور بتاعة الأرض والقبو ده اللي أنشأته الدنيمارك داخل فيه دول كثيرة مشتركين فيه القبو بتاع يوم القيامة وحطين فيه كل أنواع البذور فسألوهم الكلام ده على فكرة بقالوا سنين هم عاملينه والعالم فيه غفلة ليه أنتم بتعملوا كده قال لك لأن هيجي وقت وفيه كوارث طيب إيه هي الكوارث الكوارث دي هم يعتقدون أنها ستأتي من السماء كلام خطير أوي 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 ستأتي من السماء وهتضمر العالم لدرجة أن هي لا تبقي ولا لن تبقي ولا تظهر هتضمر حتى المحاصيل وهتضمر السمار فعشان كده بيخزنوا سمار وحطنها بوسائل حفظ دقيقة جدا والمفاجأة أن هذا القبو المغلق منذ سنين يعني منذ تقريبا 13-15 سنة فتحوا اليومين اللي فاتوا وفتحوا علشان يتمموا على هذه البذور ولو في أي بذور تالفة يغيروها هم يستعدون ومش بيخبوا الكلام اللي هم بيقولوه العالم كله أيها الأحباب بيجهز الآن لحدث كبير قادم وأنا أعتقد أن الحدث اللي هم بيجهزوه هو النجم الطارق وكنهم يفتحوا القبو في هذه الأيام مش صدفة عندك التهديد بالحرب النووية وهعملك حلقة أقولك إزاي بوتن في اليومين اللي فاتوا اتكلم وقال إن إحنا الأسلحة النووية هننشرها في العالم كله وبيهدد وإزاي العالم عايش حالة من الغليان يا أحباب الأرض تمهد لأحداث عظام قادمة نراها الآن بمقدمات واضحة لا تخطئها العين صاحبة البصيرة قلولنا رأيكم إيه في التعليقات تفتكروا هم عاملين قبو يوم القيامة ده علشان خايفين من حرب نووية ولا خايفين من آية كونية بس عايز قبل ما تقول رأيك أفكرك إن في تسريبات خردت من ناحية أمريكا الفترة اللي فاتت بتتكلم إن فيه محاولات كبيرة جدا للتصدي ليه نيبيره قبل أن يظهر للناس على العلن ودي كانت عايزة حلقة خاصة علشان خاطر نبين ليكم هذه الحقاق يبقى آخر شيء أقوله لكم لماذا اختاروا منطقة القطب الجنوبي أنا عايز السؤال ده أجاوب عليه الحلقة القادمة وأقولك ليه عملوا قبل يوم القيامة في منطقة القطب الجنوبي وليه منطقة القطب الجنوبي اللي هما بيقولوا لك إن هي عبارة عن سلوج وما عندهاش أي مقاومات حياة مكان متجمد ليه عملوا خناء كبير عليه وبعد الحرب العالمية عملوا معاهدة القطب الجنوبي ومستموتين كلهم وهذا المكان لا تملك دولة بعينها عايز أعرف رأيكم إيه في معركة الوعي الكبرى التي تسبق الإمام المهدي ما تنسوش تنشروا هذه الحلقة للأهمية القصوى على جميع المنصات برق